اشتركوا في القناة في ولايتين بالتالي فهل سوف يغير القانون ليتم التمديد له لولاية اخرى هذا هو السؤال الكبير رأيك الاستاذ رباح في هذه المسألة وفي هذه النقاش اللي كان حتى داخل الحزب واش انت مع مثلا انه يتم التمديد او تغيير دستور الحزب بغض النظر على الاشخاص احنا مسألة مبدئية ومؤسساتية واش انت مع هذا الرأي ديال تغيير للتمديد او لكل ضرف ولايته ولا يقتضي الضرف الآن ان يكون التغيير ولن نبدأ من انطلق من قاعدة ذهبية انه الحديث عن الاخ بن كيران في ولاية الف او الحديث عن شخص اخر والتعبئة له هذا ممنوع عندنا في حزب ممنوع على الاطلاق يعني مش الامر يكون واضح عندنا احنا وحد منهج اشتغلنا عليه منذ زمان قبل ان نكون حزبا قبل ان ننخرط في الحياة السياسية انه كنخلي المؤسسة تخذ القرار ديالها كنخلي المؤسسة ان تتداول في هذا الموضوع ممكن لكل شخص ان يكون له رأيه ممكن حتى للاخر بليل من كيران ان يكون لها رأيه ولكن المؤسسة هي الحاسمة في هذا الموضوع تيار الذي ننتمي اليه قبل ان ينخرط جزء كبير منه في الحياة السياسية هو تيار بنياء على قواعد منهجية دهبية كبيرة جدا حرية الديمقراطية تداول قوة المؤسسات مع قوة الاشخاص والتواصل مع المجتمع وحددنا حتى فضل قليل دي الاختيار القرار بالشورى والمسؤولية بالانتخاب وحددنا لها قواعد دهبية لم تكن قواعد تقنية وكانت هي مفخرة بالنسبة لتيار بيانا مفخرة من نتحدثه مع خليني احترم من نتحدثه مع العالم مع الطيارات الشبيهة لنا في العالم نشرح لهم القواعد الدهبية التي نشتغل عليها وكانت محطة احترام إلى غذك ولازل الحمد لله محطة احترام وعلى أساسها وقع التداول في الأجيال في القيادات في المؤسسات من أعلى مستوى إلى المستوى الجهوي إلى المستوى الإقليمي إلى المستوى المحلي في الهيئات الموازية هذا القواعد الدهبية اشتغل بها حزب العدل والتنمية منذ انطلاقته الأولى من انطلاقته الأولى اشتغل بها حزب العدل والتنمية يعني لاش مشي قواعد تقنية قواعد الدهبية يشتغل نعليها على اعتبار بأنه الحزب قوي بمؤسسته قوي بقوانينه قوي بديمقراطيته قوي بتلاقح الأجيال قوي أيضا بالتداول على المسؤولية يعني وكل شخص له المكانة دي طبط حال لا أحد يمكن أن ينكر أن ينكر قيمة الأخ عبدالله بن كيران وقيادته لا يمكن أن ينكر أيضا قيمة الإخوان الآخرين يعني الذين تحملوا مسؤولية في الحزب ومنهم الأخ عبدالله العتماني وقبلهم كان سيد داولي لما كان ينوب عن الدكتور الخطيب يعني كمدير بالنسبة للحزب العدل والتنمية فناك نعتقد بأنه هذا غير قع نقاش كان إخوان تقولوا المرحلة نحتاجوا إلى تحقيق مجتمع الإنجازات ودرناها مع السعب ديال بكينو سنستمروا ثم أيضا كيقول لابد دا من زعيم له مكان ديالو له قوة ديالو وجوده على رأس الحزب هي قوة للحزب ومواجهة ما يصطلحون عنه بخصم الحزب إلى غير ذلك كاين رأي اللي كيقول يبدي قوة الحزب صحيح في قيادته في أشخاصه ولكن قبل كل شيء قوة الحزب في المبادئ ديالو في الاشتغال ديالو وفي المؤسسات مؤسسة ديالو ومهما كانت مكانة أي شخص أخي عبدالله بن كيران لا ينكر أحد أنا أرجع إلى الصحافة التي تحاول أن تسيئ إلى العلاقات مع الأخي عبدالله بن كيران لا أحد يناقش قيمة الأخي عبدالله بن كيران نحن نتكلم عن قواعد ذهب يشتغلنا عليها يعني مهما كانت مكانة الشخص إذا لم تكن له مؤسسة قوية أن تكون معه قيادة قوية أن يكون معه حزب قوي أن يكون معه فرع قوية لا يمكن أن يحقق أي شيء ثم مهما كان الحزب مؤسسات إذا لم تكن له أيضا قيادة قوية يمكن أن يحقق شيء ولذلك إن شاء الله سننقش هذا الموضوع وسأبدي رأيه إن شاء الله في المؤسسات مع هل نحن أمام لحظة طارق نحتاج إلى استثناء وهذا يقع فيه نقاش سياسي إلى استثناء ونحق منه وحد الرمح آني ومرحلين نحتاجه أم نحن في وحد مرحلين نحافظ على القواعد الذهبية وعلى القواعد المنهجية حتى لو كان فيها وحد تقليص على مستوى الرمح هذا وحد النقاش لقد يوقع على مستوى المؤسسات وأنا ده كل واحد سيعبر عن رأيه بكامل الحرية والحمد لله ده وحيز بالعداد والتنمية